أشرت قبل قليل إلى ضرورة حسم منصب رئاسة برلمان باتفاق سياسي يعني يلتزم به الجميع هل نتوقع للوصول إلى هذا الاتفاق مبادرة ربما من سيد عمار الحكيم لجمع كل الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق وما الذي يحول بتقديرك لغاية الآن يعني لم تكن هناك مبادرة من جانب سيد عمار الحكيم رغم دعواته وفي خطبه وأحاديثه نعم أخي الكريم سموحة السيد عمار الحكيم عزه الله سعى جاهدا بهذا الموضوع في عدة خطب وفي عدة لقاءات أيضا في اللقاء مع الطيف السياسي والفرقاء السياسيين صح التعبير عقد عدة اجتماعات مع الأخوة الشركاء في العملية السياسية وأكد على استحقاق الأخوة في المكون السني لهذا الاستحقاق المهم ويجب علينا ككتل سياسية وبرلمان أن نسعى إلى حسم هذا الملف الشائك والمهم الذي كما ذكرنا قبل قليل يعنى بالشارع العراقي وتحديد صورة أو مستقبل الشارع العراقي من خلال تشريع القوانين المهمة التي تعنى بالمواطن ولكن اليوم حقيقة كما ذكرنا قبل قليل وهنا أود أنه إلى زميلي العزيز دكتور عمار نحن ليس لدينا أي مشكلة في تحارف قوى الدولة أو في الإطار التنسيقي اليوم الموقف واضح أخي الكريم اليوم نحن نتبنى الشخصية التي تحظى بالمقبولية هل هذا يعني عذراً للمقاطعة أستاذ سعد عذراً للمقاطعة هذا يعني أن الإطار التنسيقي أو تحارف قوى الدولة ليس لديه أي لآت معين على شخص معين لتولي منصب رئاسة البرلمان بالضبط نعم نعم لا يوجد أي اعتراض على أي شخصية يتم الاتفاق والتوافق عليها من قبل الأخوة في الكتل السنية باعتبار هذا استحقاق مكون ونحن نحترم إرادة هذا المكون وإرادة الشعب العراقي ونود أنه يحسم الموضوع برضا كافة الأطراف السياسية الشركة في العملية السياسية لكي نحافظ على الدستور أخي الكريم اشتركوا في القناة